السلام عليكم في كل مكان اليكم نشرة الاخبار من اذاعة جنوب لبنان غدا في الثامنة صباحا ستتم عملية تسليم الاسرى الاسرائيليين الثمانية للقوات الاسرائيلية كما سيتم في الوقت ذاته استقبال خمسمائة اسير كانوا معتقلين في السجون الاسرائيلية هذا وستتم عملية التباذل تحت اشراف قوات الطوارئ الدولية وباشراف الماني الاخوة المستمعون قد اعلنت دار الافتاء بالمملكة العربية السعودية ان اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك وان غدا سيكون هو اول ايام عيد الفطر السعيد اعاده الله على الامة العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات وانا اعاد هاتوا طايبين يا جماعة وانت طيبة وانت طيبة عارف يا ابراهيم انا كان نفسي اقضي اول يوم العيد ده مع ماما ماعلش يا حبيبا؟ يا إبني مصر إسه صايمه هتفطر بعد بكرة إيه يا شيخ حسن إنت مش فرحان إن العيد بكرة أو إيه؟ أفرح كيف إبراهيم ها؟ وأفرح بقى نهو عيد إذا كانت لبيا فطرت النهارده والسعودية ودول الخليج ولبنان يفطروا بكرة ومصر تعيد وتفطر بعد بكرة إيبقى أقول لي مين كل سنة أنت طيب بقول لك إيه يا شيخ حسن إحنا فين يعمل حج؟ إحنا في لبنان والعيد حل علينا في لبنان حتصومنا في العيد كمان آه وإنت كنت صايم تمام ومية مية تلاتين يوم في الشارع أقول لك يا شيخ حسن فكها بقى ده العيد في سوريا حيبقى تحفة كل سنة أنت طيب وإنت طيب أقول لسنة وإنت طيبين وإنت طيب يا طيب إيش بقول لك أبوك الرجل مبروك عيعيد في أحلى حدة حلق الله يخلينا ياك يا عمي ناجي علي الحلال مبسطنا فيه خيرات الله من أول ما شفناك وإحنا مبسوطين هومت علينا الطريق هي ليلا شوف قديش قاعد بالشام مشان دوق الأكلات الشامية ده هي ليلة واحدة وحنرجع على مصر والله ما بيصي شو هالحاكي ها تجي عالشام وما نقوم بالواجب يعيب الشوف طول عمرك أهلي كرم سبان بسام يا أخي أيوة ما قلت لي وين ناس دين بالشام في قطيل عالقابل هي ليلة واحدة ورجينا على مصر ما تتعبش نفسك شو تتعب نفسك ما تتعب نفسك عوز بالله ما بتطلع من الشام إلا وبإيدك علبة برازق ومعمول بعجوة مشان تاكلهم هنيك وتتذكرني ويقول وينك يا بسام يا ربنا يخليه تفضل كتير على نقطة التفتيش لا 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 شغلة عشر داية راح نوصي شو بديل لك عمي ناجي بدك بدك ما تواخذ دي صلي صلي 29 يوم حارم نفسي بتسمح لنا ناخد أرفي الله الله بتاخد لك أرفي لا 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 ما ليش فيه اشرب انت وقصي شباب قولوا الله الله اشرب 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 اش موسيقى شو صار يا شباب هلأتون عليكم يا أبو عبدالله انت فين العجل فرع مننا ونجي بيه راح عشان يغيروا راح لوين راح عربية أبو عبدالله عربية كانت معدية في الطريق شاورنا لهم ووقفونا عربية شو شكل على العربية عربية التكريم إنسان كان فيها مرحوم وراحين نتصينو على الشاب أيوة أيوة الأمور هادي بتحصل دايما عنا على كل حال نحنا راح نبقى معكم لحتى نتطمن أنكم صلتوا بالسلامة ربنا ما يحرمنا منك يا بو عبدالله عرب شو يقول أخزير؟ لا أصله كان حلم حلم كده ولما شافكوا فتكر إنه بيتحقق ما تحمله هم انت هون بأمان وبحمايتنا الرجل ده كده رجول على حق قدي صر ونجي بات ماشي بقاله بتاع ساعة تقريبا ما بقى اللي يوصر عرب عرب ما أنا معايا واحدة إيه؟ انت عايزت تعميني ولا إيه؟ ها 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 اشرب استاذ ناجي اشرب مو مستاهلة بسوك حشرب سيجارتين ها 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 بزماناتنا في واحد محشش لقوه قاعد عم يشرب سيجارتين واحدة بليد واحدة بليد القولوا را قد قدنا ها 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 بعد مد عليه قاعد عم يشرب الى صيجارة بس قالوه شو القصة مو طلع فيياك من السجن قالوا لا والله أنا بطلت تبه إيه، تبه amigos مسترق. ايه والله. اخ يا استاذ ناجي اه. حلوة الدنيا حلوة كتير. ما بيعكر صفوة الا النسوان. الشكلك كده بتعهد من النسوان. ده انا عليك واحد بمبة. استاذ ناجي اتخيل الدنيا من غير نسوان. الشوارع فاطئة. المحلات رايقة. تليفونات تقلق راسك مافي. انا متأكد انه شركات اتصال كلها راح تسكر. راح خطة الصيدليات بيبطلوا يبيعوا هدوية ضغط او حب هذا مش عن السكر. ورجال كلهم بدخلوا عالجنة. اسماعي اسماعي. قالي زمانه واحد محشش راح يخطب وحدة. قام قال له ابوه بدي مهرة خمسمية ألف. قام بقال له المحشش. شو هل حكيه ليش قديش حسب اتضللي الليلة. تم تمصيله. موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة